أصدقاء المستمعين المشاهدين أيضا في هاي الحلقة شون كومش أخباركم رح نتكلم اليوم عن موضوع حلو مرتقب اللي هو CES 2021 الكنسومر الالكترونيك شو بهاي السنة اللي صار بلاس فيغاس هالمرة يختلف لأنه صار عن طريق الإنترنت وبث مباشر اليوم حلقتنا حلوة وجميلة ورح نحكي على المنتجات أو الانوفيشن اللي طلعت هاي السنة لكن رح نختار موضوع واحد بس اليوم لأنه نسويها موضوع هواية ما رح نخلص فنحن نقسمها إلى حلقات اليوم اختارينا الـ Smart Home Tech شكوا إلى حاجة إلى علاقة بالبيت المنتجات الجديدة اليوم نستضيف صديق البرنامج مصطفى مصطفى شلونك؟ إبراهيم حبيبي أهلا بيك أهلا بمستمعينا ومشاهدين الكرام طبعا أنا شم تستضيفني واني يوم يا موجود بقناتك إبراهيم واني أشوفها كليشة لازم أقولها وحافظها فما عندي غيرها لازم شوي أحورها وأحفظ لي حاجة ثانية بصراحة هو طبعا صاحب القناة أيضا هو يعني من أصحاب قناة صاحبة قناة ميل فلا تنسون طبعا ادعموا السبسكرايب بهالقناة بقناة ميل بودكاست ميل ديل بروسو أكيد مصطفى الرائد في عالم الاستثمار مصطفى أيضا يدرس شن الدراستك مصطفى؟ يعني يدرس بالسيبر سيكورتي طبعا هذا التابك رح يتعرف أنه خلال حتى هاي المنتجات اللي نحكي عليه رح نطرق الهواءة أمور إلى علاقة بالسيبر سيكورتي وشنو هالمنتجات هالي هي صدق بها ثرت على السيبر سيكورتي شنو قوتها شنو مزاياها وشنو أصلا فايدتها فخليكم ويانا فشن رأيك نبدي مصطفى؟ يلا زين أول منتج زين اللي هو اسمه شاور باور طبعا منتج ضريف طبعا هالشباب يعني يا أصدقائنا يعني مو مشرط أنه هالمنتجات تكون فدئلها يعني وخلنا نقول واقعية هي معروفة سيئس شو عبارة عن ناس عدا أفكار وسوت كونسبت بروف كونسبت واجت قد لا تستخدم اليوم لكن ممكن تستخدم استعمالات أخرى أو ممكن مع التكنولوجيا مع الزمن تكون إليها فايدة شاور باور اللي هو هايدرو باور زين ياخذ الأنرجي من المي شنو فايدت إنه إنه تقدر تسمع تقدر تسمع بودكاست تسمع هذا بودكاست مال ميل نعم محدد أنت عارق وتسمع تسبح زين وتسبح فيكون الصوت واضح تقدر تسمع موسيقى تقدر تسمع حاجات هواية ممكن تسوي لك مثلا إذا مثلا عندك أطفال إذا مثلا تريد تسمع فتح حاجة تصير وانتدل تسبح يعني تعرف لما واحد يسبح يعني خلنا نقول مو نغلق عن اللي يدي يصير بالبيت مو نغلق عن هواية حاجات بسبب الصوت واصلا شاور يعني ما بفلسفة بس إنه يعني يطيك هاي فهذا واحد من الأشياء اللي ممكن تقدر تسوي لها ويا 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 الألكسا ويا ماتك الحاجات زين فشن رأيك ب هذا المنتج مستفى حلو حلو هو بس شغلة شباب يعني شوفوا منتج يعني ممكن أكون هاي ناس حتشوفوا جن هذا شاور وشغلات يعني ما بفايدة لكن شباب هذا هو الانترنت of things احنا صار آخر خمم السنوات دع نسمع هواية انترنت of things انترنت الأشياء أنه هذا يعني شي جديد راح يعني صدق يسوي تغيير بمهماية مجالات ليش لعنده يربط الأشياء اليوم الأشياء الجماعة أشياء الجماعة شوان يربط لك مثلا هسا هذا الشاور الطبلة الكرسي كل شي دي يربطه ويا الأنترنت صحيح هي الأفكار هنا الأفكار أنه أنت شون تخلي الهوم مالتك ونحن طبعا مع جائحة الكثير قاعد بالبيت زين فهذه الأفكار لها وقتها ووقتها شافوا أنه هسا حاليا يعني إذا أنت مثلا عندك فكرة يبدي من بيتك شوف شكوا حاجة ما بها سمارت مو سمارت سويها سمارت وشوف شون يكون عليها رغبة يعني ممكن اليوم إحنا نشوف هذا ما لمعنى لك راح تشوف أكو شركات بالمستقبل يعني شوف لو تشوفوا بحياتنا اليوم كل شي صار إلى تطوير تقريبا كل شي بس البيوت إبراهيم للساحة القديمة صح للساحة ما ليصرها ليش لأنه أكو صح أكو غلب هاي الأشياء هاي الأشياء لسه يعني مو رخيصة يعني مثلا هذا سعره 242 دولار أوكي يعني غالي بس الفكرة أنه أشكد ألفين 200 200 سيستم كامل الظاهر آه 240 ألف أي شوف يعني الموضوع الموضوع مرخيص بس شوف معظم التكريولوجيا يجيب حتى التلفزيونات لما طرعات الأليدي أي تماما يعني راح شو اسمه راح شوف لديه سندل هذا الموضوع ومنعتي به مديغار أين الف على دول بو كلها غالية كلها راح تكون سعر مو مهم حاليا لأنه بس بس إبراهيم هي هاي الشغلة اللي يقولها أنه هندي طلعا غاليات طبعا أنا مراقب هالشي نذنى هاي الشغلات من زمان أنا عندي شغل بالتكنولوجيا فدا أشوف هاي الشغلات خصوصا الانترنت السمارت هوم هذا الموضوع اليوم مطورين العقاريين أي واحد مثلا يحب العقار ممكن يدمج بين العقار والتكنولوجيا يعني يكون مطور عقاري بنفس الوقت يسوي سمارت هوم فهذا الشيء الشبير اللي ينتظروا خصوصا اللي يشتغلون حلوة ولهذا لا لا عسا أنا أريد أهتم بالداخل شنو لازم يكون به طبعا هذه حاجة توفر لك طاقة طبعا أنت تحضر بيتك قبل ما تروح لما تروح تبتعل من بيتك الفترة محدة زمنية البيت ما تكيعرف أنت لما تكون طالة الحاجات يحضر لك طبعا ميزة هذا الحاجة حضرناه هواي طبعا أنا حاجة مواضيع أكثر ميزة هذا الشاور باور إنه شي يسمع يعني أنه يعني أنه تقدر يعني الماء السبيكر هسوالب عادي يعني يقدر الماء ما يخرب يعني بينهو بيشي الكترونيك إبراهيم سيدي واحد يقول ممكن خاف النتل بالحمام لا أكيد لأن هذا ما مصنوع باب شري يعني يعني أكيد يكون عليهم اختبارات ويسوون عليهم تجارب وهواية يعني هذا تخصص الانترنت يعني صدق متع دزاين تفت أي نوعية من أنواع الشاور تكون تتركب عليه ومصنوع من 100% يعني أنه مصنوع من الطبيعة والحاجات فيعتبر يعني زين للبيئة يعني طبعا من نوع أنواع الماركتين همينها مفيد بالنسبة لهاي الشركة ننتقل للمنتج الآخر من سامسونج زين مو شي غريب علينا أنه نشوف روبوت ينظف البيت بس سامسونج هذا الحلم كان هذا الحلم إبراهيم كان حلم يا ربوت ينظف لك كل شي يجيب لك ما لو شوف هذا الجهاز مرة ثانية طبعا رح نشوف من بداية شوف هو مكنسة هو شاف يجي قدم لك شرابك المفضل في الوقت اللي تريد طبعا أين كان شرابك يعرف البيت شون يتحرك بالبيت أكو حاجات ما يدوس عليها أكو حاجات يشوفها بالكاميرا ويحفظها يعني خلنا نقول مثل صار يعرف الحاجات ببيتك وهذا الشي كلش قوي أنه أنت مثلا مضيع حاجة يوم من أيام ممكن هذا تكون موجود على السورفر بحث تدور على حاجة ممكن مكن سمارتك عن طريق الكاميرا تلقى لك ياها هذا الشي مهم بالنسبة للناس اللي ضيع هوا حاجات زين بس طبعا أنه وظيفته هواية أنه يحضر لك شوف شون تأخذ الحاجات تسكب لك الأشياء وتأخذ الوردة وثم وتأخذ يده وتسلم عليك تقول لك مع السلامة إذا أنت عايش بوحدك هذا أنا معتاج واحد شوف إذا شوف إبراهيم ترى يعني أكوش عمين هذا روبوت مهم بالأي الارتوفيش موضوع مهم مهم هذا ننصح ننصح الشباب أنه يدرسون هاي الحاجات الشباب طبعا عفوا إبراهيم ترى أنا وإبراهيم دائما نطلع هاي الشغلات يعني نشوف ونصالف عليهم هو يحب التكنولوجيا وأنا يحب التكنولوجيا وبنفس الوقت نحكي نحن دائما بالتخصصات اللي توصل لهي شي شون توصل أنه تقدر هاي المرحلة اللي تصنع هاي أشياء لهاي الشركات لا معلنات وهذا اللي صار بـ CS بالنسبة اللي حضروا CS أكيد شافوا هالمنتجات اللي ما حضروا أنت موجود في القناة المناسبة لا تنسوا طبعا الدعم للقنوات كلها قناة ميل ومنصة ميل البودكاست ميل ولا تنسوا الدعم هالقناة طبعا حتى نواصل فأكيد هو صديقك بالبيت هذا الروبوت زين شركة معروفة سامسونج مميزات كبيرة سمارت تكنولوجي زين مصطفى أريد أسألك سؤال يعني أنت هذا الروبوت مفيد وصحي وفرنلي وفيد صراحة ينظف لك معين وحط لك حاجات وما يتمنى يعني هو يدي يشوف البيت شنو رادل النقص ويدي يسوي لك ياه طبعا ما تقول زين زين شنو خطورته إذا مثلا خلنقول يوم الأيام صار ثريت صار عليه هاك يعني اي انا لا المشكلة طبعا الصراحة أشوف هو من يسوي همين أكو شي اسم السيكيوريتي مالتي اللي يطورون الأمان مالتي وأنه يحاولون أن يكون أكثر سيكيور بس الصراحة يعني حاليا نحن بهذا الوقت اللي هو أنه كل مدى نتطور نحن كل ما هواي شغلات تتطور أشياء الهكينج والاختراقات وهالأشياء هم دى تتطور ودى تصير ثغرات ثانية ودى تصير فيروسات جديدة ويعني هواي ثغرات دى تطلع المشكلة أنه هما دي حاولون هاي الشركات كلها أو حتى بتخصص السيكيوريتي دي حاولون أنه يسوون جد ممكن أمان بس ماكو شي اسمه 100% أكيد ماكو ليش لأنه بعالم الهكينج ماكو شي يعني أقدر أسوي له يعني حماية 100% صحيح لازم لازم يكون صح أكو أبديت على الموضوع يعني بس بالنهاية ماكو شي اسمه سيكيور بس هما يحاولون يوصلون لدرجة أمان القصوى مالتق طبعا السعر اللي حتى غير محدد اسمه الروبا اسمه بوت هندي زين أو بات هندي حسب اللفظ ويعني مميز طبعا أنه تحطه بالبيت يسوي لك كل المواضيع وممكن طبعا أكيد يسوي لك التليفون مالتك والأجهزة مالتك والسيارة بحث أنه تتصل بي وشوف الحاجة ما يريد يزاقط يشتري هذا ويفضل موضوع مبالله يعني هنا نسوي حملة ضد الزواج بالسياس لا يعني قزي اللي يريد أسأ قولك تجل الزواج هو بس هي تسفال أيضا منتج آخر إلى علاقة بالتنظيف مبالله مبالله مع صونيك أو صونيك مابين طبعا موش جديدة بس هاي موش جديدة بس أتوقع هذا شيء مسوي لي يعني أبديت إبراهيم عندي واحدة من قبل سنتي من هذا والله شو تسوي التراصونيك كاربت ركيجنشن رابر مالت زين أبغريد فلوتين برش يعني هي اللي بدون ما تحط لأي يعني شون تتحدد سجادل وتحدد مثلا نقاع نوعية هي تشوف شنو اللي دي صير حواليها وتقدر تنظف طبعا مو أحسن من الروبوت اللي شفنا قلق شوية بس بس كمنتاج أصغر منه أكيد سمارت وانتوجد حسب ما يقولون هنشوف بلغ اللي أكف بالفيديو كنت مطوريها أكثر بي كاميرا أعتقد اي شوف اي اوكي نطوريها أكثر حلو حلو نطوريها أنا إبراهيم أنا عندي واحدة مثلها تنظف هي يعني تحطها مثلا على الأرض وهي تنظف كل شي وإذا مثلا تريد توصل للمكان مثلا أنه التخم قدامها أنه هي ترجع لي وراء وتفتر وكذا حلو طبعا المميزات لبها أنه طبعا أقل يعني مثلا المي مالتها تحط أقل من العادية الحالية فإنه من ناحية الباور من ناحية الكنسومشن والمي أنت تكون أحسن أرقامك أحسن سنقول تربط بألكسا مثلا تسألها يلا روحي نظفي زين حال إبراهيم أشواء الشغلات اليوم جايت تربط وإي ألكسا شنو السالفة طبعا لأنه أنت يعني ألكسا عبارة عن صار تصيح ألكسا تطل كماند سنتر صارت مثل كماند سنتر تربط كل الأجهزة هواي يستخدموها بأمريكا كلش هواي أنه طف إذا نسيت حاجة مثل الصديق الموجود بالبيت مثل ما قلت كماند سنتر حتى إلى علاقة بالسيارة شغل سيارتي هو يأخذ عند تقنية الألكسا قوية من ناحية أنه كلامك يحول هاي الكلمات والأكسنت والحروف واللغة فأمازون مطيرة هذا مطيرة مطورة مطورة هذا الشيء طيرت من زمان مطورت من زمان وقوجل همين نفس جاعدهم منتج فيأخذون هذا سبيش رغنشن يحطوه بالكماند يعني يسوون كماند ويرسله عن طريق الإنترنت أو إنترنت التكنولوجي أنت ما غلطت أنت ما قلت مطيرت لأنه صدق ده الطير رسل ربوت يوصل لأشياء للبيت صراحة غير ربطنا كل شيء طبعا أي خلل أو سابر سيكوريتي ثرت يعني راحت عليك وهذه المشكلة طبع مشكلة إلى علاقة بالبيانات وانا اشتضرها هذا الشيء أسألت تسألني إبراهيم تأعيش بأمريكا تحبها الحاجات أقول لك أنه ممكن بعض الحاجات ممكن استخدمها سمارت بس ما ريد شوف ما ريد معلوماتي وبياناتي تكون كل شي يعني أنه بحيث قصتي من الصبح للليل أنه شوكت سويت قهوة شوكت شغلت السيارة شوكت طلعت ممكن أي واحد هاكر يشوف أنا شوكت أطلع فدي ممكن يكون قصة أو بارن أنه أنا إبراهيم أطلع به شوكت أرجع به شوكت إذن هي فرصة أسوي هاك للسيستم أسرق شي دمر شي بس بنفس الوقت إبراهيم مجال السيبر سيكيوتي يعني يتطور همين وياهن يعني همين يوصل مرحلة أي ثغراد تصير يسدوها وهذا بس مثل ما قلنا شوما نقول أنه ماكو أحد بس أكو شغلة أنت قلتها اللي هي أنه بياناتي بس أكو يعني هسه هذا حتى لو تجيبه بس بي ممكن عن طريق وهي المشكلة شنو المشكلة أنه أنت ممكن تسوي لبعض البيانات تقول لك أوكي هاي البيانات شيرها بسوها بكل أحوال أنت لازم تطيلها بياناتك حتى تشتغل يعني هما مضبطيها أنه التكنولوجيا ما رح تشتغل اللي عدا تكون المعلومات جاهزة حتى تسوي calculation و computation وال AI يشتغل فالDate هاي كلها رح تتجمع بكل الأحوال ورح تروح السيربر كان دعايات أو أكو مثلا يقرون مثلا المصطفى ما الإبراهيم ما الألان حتى يكونوا المنتج أحسن وهكذا زين فهي الأمر شائك لما تكون إلى علاقة بالبيانات بهذا الوقت طبعا هذا نحب نذكركم هذا يستخدم ال LiDAR النافجيشن اللي موجود طبعا بالأتانمس كارز حاليا أنه مثل النافجيشن بغرف ماتك وبيتك فيعرف وين يروح بالضبط هيا فائدة أكيد بالمستقبل المنتج الوراء شين هو هذا هذا اللي هو من أنه مثل ما ترون أنه ممكن حتى البيبان العادي يصير سمارت مو شرط أنه خلاص تبني لك باب سمارت لا الباب العادي يتركب له هذا الجهاز يستكشف منه اللي جاي من القادم سواء كان شخص كبير بالحجم أو صغير أو حتى حيوان صغير ويفتح للباب وطبعا بيه سيكوريتي وكاميرا إذا شخص يعرفه وعن طريق الابليكيشن يوصل لك صورة الشخص اللي يدق الباب ويفتح لأكيد شي حلو أكيد ضريف وممكن أنت هذا الحاج إذا عندك مثلا قاعد ببيت وغرف وهواية وإنت تتمشي ممكن تدخل على الغرف بدون ما أنه شايل حاجة مثلا ثقيلة وحارة ممكن يفتح لك الباب أيضا عنده نوع من أنوار يعني مثلا أنا بالبيت مثلا مصطفى ما أريد يدخل هذه الغرفة ما أدخل ما يدخل ما يدخل لحن الباب ما يدخل فهلو هذا الشيء أنا أتوقع استعمالات راح تكون أكيد موجود بالبيت لكن أتوقع استعمالات راح تكون سويت مثلا أوبر لو كريم ورح يفتح لك الباب لأنه مسوي بس إذا أنت مثلا الشخص ما مسوي رايت فما رح يفتح لك الباب وهذا شيء حلو من ناحية السيكوريتي المنتج اللي وراء شنو هذا شيء حلو حلو هذا ممكن يسوي لك ديزاين يعني مثل الأرت يسوي لك ديزاين أنت اللي تريدها حرف كلمة ممكن تحط كلمة ميل هنا يضوغ لك بشكل حلو أنت قاعد تسوي محتوى نشوف كريسمس شوف شوف شون يسوي لك هاها حلو هذي سوي لك جو من قاعد هذا طبعا هالشركة أنا معجب بها يمكن احتمال نجرب هالاحتمال طبعا توفرة تكون موجودة بعد أشهر بالكوارتر تساني ما 2021 حلو يعني بعد شهر الثالث توينكلي فلاكس يعني شنو أنه عندها نوع من أنواع رأيكشن مثلا أنت تلعب لعبة زين ولعبتك تعرف بها طاق طيخ وصاعد نازل راح تسو رأيكشن لنفس الفيبر ما اللعب معتك راح يطيك جو حلو حسب الصوت أيضا عده إحساس بالصوت وهذا شيء جميل جدا اللي يحبون الجيمينج اللي يحبون الجيمينج اللي يحبون هاي الأجواء الجميلة شوف هم طريق التليفون ممكن تغير حالو ذكرني برج إيفل هذا آيفل تاور شون يساو العالم فرنسي يوم ليا شيء حلو طبعا راح منتج جايل فرنسا مو جايل فرنسا مرات حلو 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 هذا المنتج عجب المهم اللي وراه ليوترون سمارت بلغ زين كنترول your lights through any season هنشوف شنو هذي طبعا إبراهيم كل هاي المنتجات راح تتطور أكثر مع الوقت يعني شوف هسا هاي كانت هسا أفكار قبل تقريبا أربع خمس سنوات هسا اليوم قمنا نشوف على الأرض واقع بس مجرد مخططات يعني نتابع الموضوع من كم سنة يعني هسا صار أوكي صار أنت تقدر تشتريه قبل كان بس مجرد نشوفه وخلص ونقول عليه واو حلو أشياء صار على أرض واقع خمس سنوات خمس سنوات فقط طبعا معظم هالمنتجات عبارة عن أفكار اخترعت وصارت وحسا وحسا وهذا يجيب هالأفكار الغريبة يحط ها بأرض الواقع لأن بعض الشركات تسويق لها فهذا المنتج بلغ سمارت بلغ يعني يتحمل البرد للشتة المطر في بعض الدول بها أنواع من الجو الصعب النازل فيخلي يعني تحمل كلاس وعرف long term UV resistance حلو حلو أكيد ما دام نقول سمارت إلا التحكم طبعا بال بال application شنو هلا شوف fast and reliable doesn't use wifi حلو هي شاء الله هات حلوة اللي ورا شونا cold snap هنشوف شنو هذي هذا مال ice cream تتذكر حسين عليه اي مثل جهاز القهوة تحط الكابسول مال ice cream وراح ينزل لك طبعا سوا ناس يقولون هذة شنو البطرانين دولة مو يعني يا حبيبي والمستعمال مو بس رح يكون بالبيت انت تخيل سيارة أو سيارة أو طيارة وطبعا الكابسولات ورح تكون أنواع من الكابسولات شون القهوة رح تكون أنواع كثيرة أيضا وأكيد الشغلة المهمة بها أنه smart صحيح ممكن تقرح حصائياته هاي علي وسوي order وتونس بالايس كريم أنت تأكل أيس كريم مصطفى أنا ما أحب الشغلات هذا طبعا أكومارات فروزن يوغورت سامع بي أي سامع بي فروزن يوغورت هما يسوي لك نفس الطعم تقرم الأيس كريم وأكثر صحية فبتعدوا عن الأيس كريم شباب بس فروزن يوغورت طيب ماهو ورعدنا عدنا شنو هذة عدنا مثل سمارت بلغ شنو هذة أو هذة كاميرا 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 سمارت كاميرا طبعا سمارت لكاميرا والميكروفون لكاميرا كاميرا عندما يحتاج ويحضر كل ماهو بلغ في SD طبعا هذا إلا علاقة بالسيستم إنه ممكن السيكوريتي حاليا ممكن يجمع بياناتك الخاصة لكن هذا ممكن تتحكم بي وما تسوي للشير للكلاود ممكن يكون عندك فد يعني أنت تختار شيء يعني SD و أكثر حفاظا خلني نقول بي سكوريتي أكثر زين شوفوا هذا الجهاز أي أي اللي ورا شنو عندنا هنشوف طبعا طبعا إبراهيم هذا يكون مربوطات يعني عبر الشبكة يعني عبر الانترنت و يعني ممكن واحد يكون غير مكان يعني مو شرط أنه يكون بلين صحيح فهي هنا الشغلة المهمة بمجال السابر سيكوريتي يعني يسأل لي ليش دا يتطور ليش دا يصير كل الناس دا تريده والشركات تريده بسبب أنه أنت ما دا يصير عندك يعني ثورة تكنولوجية هائلة بالانترنت وهاي كلها تروح عبر الشبكة يعني مده يربط اليوم كل شي على الانترنت بالنهاية بالمقابل يحتاج أنه واحد يجي أو يحمي هاي الداتا ويطور بحمايتها يستمر بتطويرها يعني مثل اليوم التليفون من يجيك علي كل سنة مثلا نفس الشي هذا يعني ثغرات تطلع جديدة تحديثات تطور هذا الجهاز المنتج اسمه اللي هو جرس بدون ما يجوسه طبعا هو شوف الشخص ممكن يسوي لأ أو أو أ بس ممكن الشخص أيضا يدق الدقمة بدون ما يجوسه هذا شي مفيد طبعا في جائحة الكورونا تقدر تطلع طبعا هناك موض لا تفتح الباب لأحد تقدر حسب الموشن بأكثر طبعا شوفوا طبعا هي هذه البداية هي هذه البداية بالتكنولوجيا الانترنت أو مثل ما قلنا نسميها اللي هي انترنت الأشياء هاي البداية طبعا اللي يحب التكنولوجيا هو مترقب هاي الشغلات تطلع البسيطة اليوم احنا نشوفها بسيطة بس يعني هاي مثل ما قلت انه من زمان الناس تترقبها هل سهل بداية مالتها ايه هو مايلستون انه هاي ناس قاموا يخافون اوكي انا اذا حط هذا السيستم اخاف على المعلومات في ذلك يطلون حلول انه هذا ارلو يقول انت بكيفك تختار الاوقات اللي تسوي الكاميرا monitor والكاميرا ما تكون monitoring يعني انه عندك خيارات مو مثل security system تحط وخلاص انه دائما monitoring وبس بنفس الوقت اذا ما تسوي security فهذا الشيء الحلو واكيد مفيد جدا مو بس home security اللي مثل ما قد ذكرنا commercial الممكن سيارات الapplications ثانية طبعا هنا الانترنت of things هو قايم على اهم ثلاث شغلات يعني اللي هي سرية المعلومات حاولون نسوها وشغلة مهمة اللي هي انه سلامة المعلومات هاي تمام يعني هاي موجودة بال cyber security وبعدين توفر المعلومات يعني مثلا توفر المعلومات اللي هي انه تكون متاحة يعني انه يقدر هذا الروبوت يوصل للمعلومات ويفلترها ويسوي لها مثلا يعني تحليل فلازم هاي الاشياء تكون متوفرة بالروبوت طبعا اللي يدرس بال cyber security يعرف انه هاي اهم الاشياء اللي يركز عليها سيستيم الحماية بالضبط فلما واحد يجي يقول لك احنا نريد نزل الروبوت ونتعلم وانت حبيبي لازم تعلم في data cloud command center AI هاي الحاجات التكنولوجيا هاي اللي تخليك بعدين توصل للافكار هاي ولا حتى الافكار هاي البسيطة طبعا اكيد يعني تخصص انت تدرس مثلا عندك database programming عندك data structure هيكلية ال data شون صير عندك حوايا عندك requirement analysis هي تعرف هي data البيانات الها journey من البداية للنهاية switching واش والف واش مهمة بالضبط فشوفوا هذا المحتوى اسمها pet portal system طبعا بالنسبة لديهم pets الحيوانات الأليفة الصغيرة اللي تقعد بالبيت يفتح لهم الباب الكاميرا تقدر تتحكم مش وكت انه يطلع بأي وقات الشغلة والفاكة مو بس بالapplication اصدقائنا اللي يحبون التك انه شنو التكنولوجيا الاقل شي يستعمل شنو انواع الكاميرا مثلا شوفوا night vision مثلا عندها خاصية night vision هاي الحاجات هي المهمة مثلا اذا عندك فكرة هاي الحاجات طبعا الفكرة انتم ممكن تضحكون عليها على الapplication وارتها بس وين رح توصل وش قد رح تطلع فلوس بالنسبة صاحب هذا الانتج شي كبير جدا لانه اكيد بفت خاصية يونيك سوى عليها براءة اختراء وهاي براءة اختراء ممكن يبيح لشركات كبرى باسعار باهظة جدا زين اللي وراه شنو نشوف من TP Link شنو يحتي هذا هذا اعتقد مثل Alexa بس خلنشوف اللي هو superior mesh Wi-Fi everywhere whole home smart mesh Wi-Fi system انه تقدر تتكلم وتضطي command زين فمثلا احاط الموشن والليت كنترول بدون ما تدوس هالدقام اكيد تقدر عن طريق الكلام او تقدر عن طريق اللمس البعيد touchless طبعا ايه صار شي لا ايه معرف يامك كوميوتر باز باز جنت وقتين زين لئ يلى رائع باز رائع تم نفسها؟ نفسها حسنا سأقوم بعمل أنا أقوم بعمل حسنا إبراهيمية تدري هاي يعني كلها قائمة على لغة الجديدة لغة هي مو جديدة هي مو لغة تبرمج جديدة يعني أو شيء اللي هي تتبرمج بشيء اسم IOT اللي هي الانترنت of things خاصة بيها تتبرمج عليها بعد اللي يدرس بالأكل يوم تخصصها من دراسي اسم الانترنت of things يعني اللي يقدر يدرسها مهمة جدا وقروا على الواي فاي اقروا على المش اناليسس طبعا كلمة المش اقروا عنها اقروا على المش اناليسس طبعا بهالزمن وشون ديستخدمون المش اناليسس والواي فاي والكومنيكيشن انا طبعا لما اشتغلت بشركة سيارات فورد شان اعودم تطبيقات على المش اناليسس وشون ديستخدموها فشوفوا هذا الشيء مهم حلو ثم وصلنا امازون طبعا امازون امازون بعد اعودها الاجهزة هاي اللي سمارت اللي يمكن تشتريها و تسوي لكينكت مو شي جديد سمارت بلغز و سويتشز ثم ناخر الصوت شوي حلو انت تمشي كل شي تضوى كل شي يجهز لك وانت بيتك وانا نقدر نقول هاي هاي الشسمة يعني هسه بدت هاي شن نشوفها بالأفلام اه ابراهيم لما تمشي انت تم فتح لك ال الموشن سنتر السنسر سمارت بلبس طبعا اضوية ذكية حلو شو ما تستعمل من المطبخ يضوي لك يا سواكن باللي يعني ما رح يضوي لك المطبخ كله خنا نقول يضوي لك المكان اللي رح تروح لك بالضبط اللي تريده يعني حتى لا يصرف طاقة خلصا اذا عندك بيت شبيه ترى الكهرباء في بعض الدول مكلفة خلا نقول يعني خاب واحد يشوف هذا الشي يقول لك اوكي ما رح أصرف لا رح تصرف زين اللي ورا روميو سنس سمارت ثيرابي لايت ميزيك زين اعتقد هذا اذا ما خاب ظني هو مثل الهيوميديفاير واش سوالي في الحلوة هنشوف مثل ما بدأ الايكسة يعني؟ لا ما اعتقد هنشوف واترلس ناترل ثري باترلس هلا علاقة بالثيرابي نومك يكون صحي اوكي يعني الناس اللي تحب سوي يوغا ومدتايشن ايه ترانسفور ميزيك اتماسفير ايو تي ايو تي ايو تي ايو تي شوفوا عنه طبعا اكيد يعني هو إبراهيم هذا شغل مثل الموسيقى أو هالشغلات يعني ممكن يعني شوف حسن متما تشوف اللايت حسب لأنت قاعد تشتغل أو نايم اللايت رح يمع القراءة مع النوم يحضر لك الأجواء مع المثال يتسوي فهد أكسرسيز بالبيت يوغا الميوزيك الخاصة بالوقت هذا زين شوف حسن كاتبين اللوغو مارتهم بعد البنديميك نحن تسعين بالمئة ساحالين نحن بالبيت الجائحة بالبيت فنشتغل ننام نرتاح بنفس المكان فهذا الجهاز المفروض يوفر لك الأتموسفير الجو المناسب بالضواء الميوزيك طبعا شي مهم إذا أنت قاعد مثلا مصطفى تقرأ وقاعد تسوي تمنتج فيديو وبنفس الوقت تتاكل يعني ممكن أنه شي حلو أنه شي يوفر لك هذا الشي الأجواء الميوزيك بوحدة أو أنت سوي لها بدون ما أنت يعني تضغط على هاي الكلمة ولا أي شي حلو زين اللي وراء طبعا سمارت لاك حلو هذا حلو هذا حلو وطبعا هذا الميزة بهذا السمارت لاك أنه ما لازم يكون مكنك الانترنت على طول الوقت يعني خاف الانترنت لا تكني قطع فممكن أنه هذا عن طريق الثام والفينجر برينت يعني يحفظها وطبعا لما يكنك مع الانترنت رح يسوي أبديت دائما بس أنه حتى مع عدم موجود الانترنت رح تلقى أنه هذا ممكن يشتغل شي مميز لا تحتاج مفتاح بعد مفاتيحك تكثر أكيد إذا عندك بيبانة هواية حسب أنت تروح للشغل تروح العمل تروح المكان ويالبنداميك أكيد طبعا ما لازم تضغط يعني لتلمس الفينجر برينت وإنما بس مجرد أنه تتخلي بس إيد أكيد شوية بدون اللمس فهذا الشي حلو أيضا إذا عندك موظفين هواية ويالجائحة مثل ما قلنا أو الفيروسات الممكن غير يعني مو بس جائحة هي أكثر تنظيف طبعا أكثر نظافة وكثر سلامة سمارت لاك أيضا العلاقة أيضا بنفس المنتج حتى هذا القفل العادي شوف حتى نسوي ممكن تروح للجم عندك ملابس تحطها بالجم تارب اللاكرات أو مدرسة أو جامعة طبعا كنا نستخدمون هذا الشي بالجامعات في أوروبا وممريكا ما عرف الدول العربية إذا عندهم لاكرات أخذ كتبك وطلع لا توقع هم عندهم ممكن بالجامعة ما عرف والله يعني بعض الدول فحلو عن طريق اللمس البعدي الفينجر برينت بعد ما به أرقام وكي شي يعني ضوجك قبل حتى أسعار متقاربة وممتازة 40 دولار وكذا يعني مفت شي بس أغير يعني اليوم هذا ممكن بس بيت وتجم وهي السؤالة لكن توقع بالمستقبل هاي البداية إبراهيم هاي البداية هاي البداية يعني شباب يعني أنا من الناس اللي مراقب هاي الأشياء صار لي خمس سنين كانت يعني هاي الموضوع كان بس مجرد عبارة عن شو ما نقول فكرة موجودة بس مجرد فيديو لها وما موجودة على الأرض واقع السنوات اللي فاتت حسنا نشوفها يعني أقدراني سأطلب هذا يصير عندي شوف هذا مع البيسيكل هذا مهم هذا بهولندا شونة بوربا يلعب لها يمنع 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 يستخدمون فشوفوا المنتجات اللي سوا هذا المنتج أكيد يعني يعرف أنه وين تطبيق رح يستعمل نفس الشي شركة أخرى زين ممتاز طبعا هي ممكن تبين أنه هاي شغلات بسيطة بس شباب يعني ترى الشغل عليها صعب حتى توصل لك مرحلة يعني يحتاج لمصدق شغل يحتاج لك فهم شون تبرمج شون كده يعني تشتغل عليها بس مثل ما قلنا أنه رح تتطور مع الوقت فلما تتطور إذا أنت مثلا كانت عندك فكرة ممكن أنت تسويها وتطورها مع الوقت يعني مثلا هذا التطبيق أنه مثلا إذا ساكن في بيت وأهلك وياك يقدر يسوي تراكب البيانات منه تدخل ومنه تطلع طبعا خاصية الكاميرا والفينجر برينت فتعرف بشوك تطلع وشوك تدخل شيء حلو يعني أشوف وعائلتك أنت عايش بالبيت وهمنا بنفس الوقت أنه تقدر يسوي انلاك بعد ما تطلع بدون ما أنت مثلا تقول مرات أنا سديت الباب لا لا حلو تساعد الباب ولا يهمك تقدر تراكب بالأبليكيشن بالتليفون أنه صدق تساعد الباب وحتى لو ما ساعد الباب عن طريق الريموت اللي هو بالتليفون تطبيق وميك شور تساعد يلايت سووا نفس الشي تقرب حشان على هذا الشي بس هذا مع الجايمر أكثر أنه يتفاعل مع اللعبة بالأضوية أكثر يستخدمون سمارت LED وانواع كبيرة من LED Pro زين طبعا هذا انتشرت طبعا مع الجائحة الناس قاعد في بيت لعب جايمين وسويت استوديوات فيريدون تفاعل مع الأضوية تفاعل مع اللعبة بيش يسوي لك جو مناسب هنشوف بالله لأكو فيديو طبعا هو عبارة عن bolt light غير الطن ها ها بداي لعب موسيقى لأخ شوف يسوي لك أجواء مع الديسكو حالو حالو يتفاعل مع الصوت reaction طبعا نفس الشي هكيد هذا ممكن نخليه على الصوت للبودكاست مع الألن ينومك يحط لك حاجة زرقية blue ocean وتنام خلاص بعد ننسى تحياتنا طبعا الألن الشي اللي وراه المنتج الوراه طبعا احنا ما جايحة نشوف الماسكات المرة هاي الماسك هذا الجديد اللي أبو الفنتيليتر بحيث أنه يطيق نوع من أنواع التهوية مشكلة يا أخي ولا ما واحد دور الماسك هذا هذا مفيد فمو بس فنتيليتر وإنما أيضا يبين للشخص المقابل أنه أنت تتكلم ممكن يطلع مثلا بعض الحركات أو ممكن يعرف أنك ما تتتكلم ما عارف ذلك فيديو هنشوف لا ممكن أنه تشوف هذا المثال أنه أنت قاعد هنا وحاط الماسك ممكن يسوي فضوة على مثلا على 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 حلقك على فمك أنه طلع كده يبين حتى من خلال تنتينج هذا الميرر أو الويندو تضليل إنك تتحتي جيد وبيه سماعات مكبرات والسؤال في شركة ريزر طبعا جيمينج تشير كونسبت حلو فكرة حلوة طبعا سمارت كل هال المحتوى يشوف كل هال سمارت والعلاقة بالتطبيقات يشوف الوينتليتر مثلا راد لفلتر جديد الهواء النقي مالتك راد لك مثلا تنزع أو تغير في النوع من المود مالتك تغير مكانك كل هال ويبطيك إعازات طبعا وهذا شي حلو شي حلو إنه إذا تحافظ على صحتك طبعا وتلابس هذا الماسك العنيد بهذا الوقت وطبعا بعض الدول ترى لازم تلبس مثلا الصين بها عالي زي تلوث فهذا الشي حلو دائما تلابس متازل تنقل حلو 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 اللي وراء هنشوف اللي وراء هذا موما سامسونج التلفزيون الكبير أعتقد هو هذا الجديد تلفزيون الغالي فوق المية وخمسين ألف طبعا بسبب أنه كل بها أنواع من مثل الغالة الثمن حتى تحسب جودة ما عرف لأكو فيديو لأنه همشي الفيديو ممكن تروحون على اليوتيوب أو تروحون على توقعت أنه حاطنا فيديو هذا مو هذا شوف الرسوليوشن يعني ممكن أنت حرام وحدي يشتري بعد التلفزيون من هذه التلفزيون يبين لك الفرق طبعا بالرسوليوشن يعني هذا أنت تباع المسلسل للفيلم تحس نفسك توي الموثلين بالضبط أو بارد كرة قدم مثلا حس نفسك التلاعب تركلوا من مختلف مختلف جودة مهمة جدا رحيم صغالي ما تشوف سعارها مبالغ بيهن معظم التلفزيون تتذكر LED تتذكر 100 دولار بعدين صارت 500 دولار ما حدي يشتري حاليا لأنه صارت شو اسمع يعني صار أبديت عليهم صار أكو شي أطور من بالضبط سامسون Q900 8K طبعا يسمون 8K سوري هو QLED فأنت دوروا على هذا المنتج هو النوع الجديد من التلفزيونات طبعا غالي حاليا لكن أيضا مع مرور الزمن طبعا هذا شي حلو للجيمين إذا واحد يريد لعب لعبة استعمالات من بس منزلية أكيد حجينا بها السالفة ممكن في غرفة العمليات الدكتور ممكن يشوف يعني التفاصيل الصغيرة لما يسوي فد عملية عن طريق الريموت أو أي شي فمهم جدا يكون كوالتي عالي زين ومنتج بسيط أيضا نحش على الأدوات المنزلية عندك طفل يشوف هذا يسوي طفل يقعد من نوم يهز ويرجع ينوم هذا شي حلو أكيد هذا شي جدا مهم شركة كرادل وايز شوف المنتجات شباب طبعا آخر منتج ويانا اليوم هو كولر سمارت هوم أبغريد اللي هو الباث اللي هو يترس لك المي والمي لما يفيض ما رح يفيض على الحمام بس أكو سايد نانا ما أكو فيديو حتى نور هذا الشي ما أكو فيديو حلو يحضر لك الحمام سمارت درجة الحرارة حسب الغرفة بالوقت الزمني إذا تريد تسوي في النوع من النوع لستجمع بالحمام لفترة طويلة يعدلك الوقت بحث تمام مثلا خلاياك يعني من ناحة بيولوجي تتعرفون السلز الأناتومي موزين عليه الحرارة تخليك بعدين أو تخليك نعسان فهي تسوي لك المي تعدلك ودرجة الحرارة وترس لك زين هاي الأدوات كلها تسوي الشغل المفروض تسهل حياتنا وهذا بالأخير تركز بشغلات نصير كل تماما لا بس تعرف يعني ممكن يكون عنده شغلات بالمستقبل ممكن هاي الشغلات لو كلها شفناها بالبيوت ممكن يصير عندك وقت أكثر أن تسوي شغلات أكثر الشيء المهم لازم نذكره طبعا الكبار بالعمور الناس اللي عندها ذوي الاحتياجات الخاصة هاي الحاجات مهمة بالنسبة طبعا احنا ممكن معظم نكون مقصرين تجاه أهن أجدادنا لكن إذا تخيل أنت تطيل هدية مثل هيتش زين فأنت يعني وعندك تقدر تسوي تراك لانت عندك مسؤوليات تمجغول بزي بس تتقدر تسوي درجة الحرارة التدفئة التبريد الحاجات اللي دايستعملها هل هي مفيدة دايستفاد منها صحة تشلون فأنت تهس قمت صار عندك ملكية للبيانات اللي ببيتك للشخص اللي دايستعملها وعلى ضوء هذا الشي تقدر تحدد شون تطور تقدر تحتم بالأشخاص بدون ما تكون تموجود هناك شي مهم طبعا أكيد بالنسبة للحاجات المنزلية طبعا هذا أهم الحاجات اللي صارت بالسمارت هوم تيك مواضيع نجاية رح تكون أفضل وأجمل بالأبليكيشنز الأخرى اللي رح نحكي عليها طبعا مصطفى شكرا جزيلا لوقتك شكرا لك إبراهيم حبيبي حبيبي إن شاء الله استمتعتوا بهذا الملخص إذا حابين نسوي أكثر مثل هكي شي حطونا طبعا تعليقاتكم لا تنسألون لا تنسألون ما دا قدر رحشي بعد الساعة مدرب بيش عدي لا تنسون تشتركون زين بالمنصات كلها وأكيد طبعا وقتا سعيدا وجميلا بالتعلم والتطور تطوروا حاولوا تعلموا من نفسكم اعتمدوا على نفسكم ابدأ من الصفر إذا ما تعرف أي شي أو أنه ضل ضل تعلم مصطفى كلمة آخرة رح توصل رح توصل للشي اللي تريد يعني أنا أكمل كلامك يعني إبراهيم همشي أنه الواحد يستمر يطور ودائما يعني إذا حنا اليوم نسوينا هذا الفيديو حتى نشوفك أنه أكو شغلات جديدة يصير بالعالم العالم دا يتطور ممكن أنت هي تشوفناك كم شغلة جديدة نزلت ممكن أنت على ضوءها تبنيفت فكرة فهذا الشي مهم وهذا اللي نحن ننسي على الصراحة حق الجاي مع السلامة مع السلامة